نفى مدير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي للتلفزيون العربية ما تردد من أنباء بشأن تعرض موكب حيدر العبادي لهجوم أثناء زيارته لمدينة الرمادي وكانت مصادر إعلامية عراقية قد تناقلت نبأ تعرض موكب العبادي لهجوم صاروخي من قبل تنظيم الدولة الإسلامية أثناء تواجده في جسر القاسم وسط المدينة وكان الجيش العراقي قد أكد أن نحو ثلاثة أربع مساحة مركز الرمادي باتت تحت سيطرتها أعلنت السلطات منها أن نقلت عشرات العائلات التي كانت محتجزة في الجزء الشمالي من الرمادي نحو منطقة آمنة هكذا بدى المشهد في وسط مدينة الرمادي بعد يوم من إعلان الحكومة العراقية السيطرة على المدينة واستعادتها من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية أهازيج في باحة المجمع الحكومي بينما بدت أثار الدمار في كل مكان مشهد ربما بدأت أحداثه لكنها لم تنتهي وهو ما أعلنته الحكومة العراقية بالتأكيد على أن مهمتها المقبلة استعادة باقي مدن محافظة الأنبار وتأمين حياة المواطنين مشيرة إلى أن هناك جيوب لمسلحي التنظيم في أنحاء متفرقة من المدينة وإذا كان عام 2015 عام التحرير فسيكون بمشيئة الله عام 2016 عام الانتصار الكبير وعام الانتصار النهائي وإنهاء وجود داعش على أرض العراق وأرض الرافدين وهزيمتهم الكبرى النهائية لم يتضح عدد الذين قتلوا أو انسحبوا إلى مواقع أخرى خارج الرمد ولم تعلن السلطات العراقية الخسائر في صفوف القوات العسكرية والأمنية رغم أن مصادر طبية أفادت بأن نحو مئة جندي أصيبوا بجروح وتم نقلهم إلى المستشفيات خبراء عراقيون يرون في سيطرة الجيش العراقي على المجمع الحكومي مجرد مشهد استعراضي لأن القوات العراقية لم تسيطر بشكل كامل على الرمادي باعتبار أن جزءا كبيرا من هذه المنطقة لا زال بيد تنظيم الدولة وأن السيطرة على المجمع الحكومي هي خطوة رمزية لرفع المعنويات وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بغداد مرسلنا هناك طارق ماهر طارق ما حجم سيطرة القوات العراقية على الرمادي خاصة في ظل هذه الأنباء التي تتوارد بشأن قصف لمسلح تنظيم الدولة استهداف العباد وغيرها من المعطيات نعم سارة وفقا لما صدر عن وزارة الدفاع العراقية في بيانات رسمية فإن القوات العراقية بمختلف صنوفها وأنا أتحدث عن القوات الحكومية حصرا باتت تسيطر على مساحة تقدر بـ 75% من مساحة مركز مدينة الرمادي فيما بقيت 35% من هذه المساحة تحت سيطرة المسلحين لكن وعلى ما يبدو لم يتغير شيء في الخارطة الميدانية داخل مركز مدينة الرمادي وبحسب المعطيات وتصريحات صدرت عن ضباط ميدانيين فإن القوات العراقية وتحديدا قوات مكافحة الإرهاب ما زالت تسيطل على أربعة أحياء فقط داخل مركز مدينة الرمادي بالإضافة إلى تقاطعين آخرين حول المجمع الحكومي داخل مركز المدينة فيما يسيطر المسلحون على أربعة أحياء أخرى وهو ما يعني بأن الخارطة ما زالت كما هي منذ 48 ساعة والتطور الوحيد الميداني سارى وعلى عجالة هو خروج أكثر من 350 مدنيا من الأحياء التي سيطر عليها المسلحون رغم تهديدات القناصة ورغم عودة القصف الجوي الذي عادت إليه سلاح طيران الجيش العراقي قبل نحو ساعتين وقد تم نقل هؤلاء المدنيين لكنهم ليسوا الوحيدين ما زالت هناك الكثير من العائلات داخل مركز المدينة وبالتالي ما تزال مهمة القوات العراقية طويلة وشاقة تتلخص بمحورين أساسيين طرد مسلحي تنظيم الدولة من الأحياء الأربعة وهناك أيضا المحور الآخر هو إزالة ورفع وتفكيك آلاف العبوات الناسفة على حد وصف قيادة عمليات الأنبار ولا بد من الإشارة على عجالة أيضا سارة بأن هناك منطقتين كبيرتين تشكلان ثلث مساحة الرمادي في الجهة الشرقية هما الصوفية وكذلك منطقة الاسجارية ما تزالان تحت سيطرة مسلحي تنظيم الدولة أي أن التنظيم يسيطر على مساحة تجاوز ما ذكرته وزارة الدفاع العراقية شكرا جزيلا لك طارق ماهر على جملة هذه التفاصيل كنت معنا من بغداد